واتفقد محافظ صلاح الدين رئيس اللجنة الأمنية العليا القطاعات العسكرية المنفذة للخطة الأمنية التي أعدت لاستقبال الزائرين في ذكرى استشهد الإمام الحسن العسكري عليه السلامة واجأ ذلك خلال استقباله محافظ كربلاء المهندس نصيف جاسم الخطابي والذي أجرى برفقته جولة على المواكب الخاصة بالزائرين متفقدان الخدمات المقدمة لهم بحضور عدد من القطاعات الأمنيين وقال المحافظ أن القطاعات والمفارز الأمنية المشتركة تعمل بتنسيق عال لتسهيل حركة الضيوف الوافدين من محافظات وسط وجنوب البلاد لإداء الزيارة بما يسهم بحفظ الأمن والاستقرار ويوفر الأجواء المناسبة كما أثنى على حرص القادة الأمنيين والقطاعات العسكرية والحجد الشعبي وممثلية وهيئة المواكب والدوائر الخدمية والساندة في المحافظة على دأبها لإنجاح الزيارة اشتركوا في القناة